تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا برقيات تهنية من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية والصديقة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية في يومي السادس عشر والسابع عشر من ديسمبر احيان لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية والذكرى الخامسة والأربعين لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى السابع عشر لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة الوطنية المجيدة وأطيب تمنياتهم لجلالته بمفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار فقد تلقى جلالة الملك المفدى برقيات تهنية من كل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان وليعاهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الامبراطور أكيهيتو امبراطور اليابان جلالة الملك كارل غوستاف ملك مملكة السويد صاحب الجلالة الملك فليب ملك بلجيكا فخمت الرئيس أنريكي بنياني ييتو رئيس الولايات المتحدة المكسيكية فخمت الرئيس مايكل دي هينز رئيس إيرلندا فخمت الرئيس ميثيربالا سيري سينا رئيس جمهورية سيرلنك الديمقراطية الاشتراكية جلالة الملك مهى فاجير ألنغون ملك مملكة تايلاند تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر حفظه الله الرعا برقيات تهنية من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوكي وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية والصديقة ورؤساء الوزرات وأولياء العهود بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيالها الوطنية يومي السادس عشر والسابع عشر من ديسمبر أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية والذكرى الخامسة والأربعين لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى السابع عشر لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم أعرب فيها عن صادق تهانيهم لسمو رئيس الوزراء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة وتمنين لسموه وافر الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيدة من التطور والازدهار تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوكي وأمراء ورؤسائي وأولياء العهود بالدول العربية والإسلامية والصديقة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية يومي السادس عشر والسابع عشر من ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى الخامسة والأربعين لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية وذكرى السابع عشر لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم عبروا فيها عن صادق تهانيهم لسمو ولي العهد بهذه المناسبة الوطنية المجيدة متمنين لسمو وافر الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التطور والازدهار